طبعا جيلي كاميرالي يمكن قولنا بقى جمهور النادي الأهلي عزي يعرف كثة الانضمام ازاي انت كنت في أمريكا ولابتي اربع سنين صح اي وما شو الله انت مسافرة نجمة يعني طلع من هنا وما شو الله عمنا مع المنتخب اداء كويش جدا كثة الانضمام جات ازاي هو قبل ما سافر اخر سنة كان كابتن علي هاشم كلمني بس انا قلت له بس خلاص الاخر سنة دي وان شو الله يعني لما ارجع وان شو الله لما ارجع يعني ان شو الله اكون موجودة بس لما ارجعت كان كابتن علي ماشي وكابتن طارق مسك الفرقة فلما ارجعت ان لسه عندي سنة شهر ثلاثة فعرفت ان لسه عندي حق رعاية في نادي الشمس فلازم حد يشتريني من نادي وكده ده لايحة اتحاد السلم في حق رعاية بس فكابتن طارق كلمني بعد ماشيات الفاينلز وكده وانا قلت له ان شو الله هكون موجودة وكده بس لازم موضوع يخلص من النادي وانادي الاهلي بدأ مفاوضات مع النادي الشمس وخلص القصة اوه خلص على طول امتى يعني انت لما وقعت يعني امتى عرفت ان خلاص الموضوع مع النادي الشمس تحل وخلاص ان شاء الله انا بالنسبة لي منتهي انا وقعت بعد موضوع خلص مع النادي على طول انت كنت تفتكري؟ ستة سبعة لطيالة كابتن طارق انا اخذين منها وعد من انها مضت اوه يعني من ابن ما ينشغل خلاص رسمي هو كان فيه قاعدة شاي بلبنان وهي اوه طيب انا اعرف حاجة مرال طبعا يعني دي كانت رغبة والدي كان لرحب صح؟ اوه انا عزير يجي ان انت تلعب في الاهل كان اهلاب لا هو كان زملكاو بس هو في باسكت لا هو كان بيحب الاهلي جدا بس عايز اقولك انه يعني هو زملكاو طبعا دي الله يرحمه ويحسن إلي رب فهو بس هو شايفك ان انت تنجح في الاهلي اوه دي حاجة وانت حبق حققتله ورغبطه اوه هو قبل ما سافر الجامعة خالص هو مفروض ان انا كنت تهاجي الاهلي وكان مفروض حصل مفوضاتنا على النادي بس في النادي ما كانوش موافقين فالموضوع باز فهو بقى كان من وقتها اللي هو لا يعني ان شاء الله لما ارجع اوه ان شاء الله هاي بقى الاهلي بس فهو بقى لما ارجعت اللي وقت كنتو عاقبت تنترى طب قولي يا مرأة انت دخلت التمرين طبعا كل اللاعبات الزمايدك في المنتخب وانتو يعني مبقاش الدنيا غريبة اوه يعني حسيت ايه يعني انت وانت اول يوم واخد شنطتك وبقى النادي الاهلي ودخلت الصالة يعني كلمين على الشعور دي ازاي ازاي حسيت يعني بيبقى فيه مرضو لحظت غربة كده انت مكان جديد عليك وبتاع كلمين الموضوع ده دابس ازاي وسط الفرق اوه مع الفرق ما كانش فيه اي حاجة يعني كنت حاسة بجربة معي ومسايا الفكر ان انا دخلت النادي الاهلي وانا انا اتمرن فيه دي كانت تخضى بالنسبة لي خضى صارة جديدة ودنيا جديدة اوه يعني اللي هو هما كانوا شايفين ان انا اصلا مغدودة اللي هو اصلا انا كنت باجي النادي الاهلي عشان نلعب ماتشو وامشي مشان انا ايجي كل يوم اتمرن كل يوم فدي كانت حاجة بالنسبة لي اللي هو لا كنت مغدودة اول كام يوم باي كان اللي هو لا كنت مبسوطة بقى اللي هو انا خلاص باجي مغدودة انت شفت جمهور النادي الاهلي عمل دعم جامل بيك ومؤمنين بيك وفرحانين بيك جدا اكيد الكلام ده اكيد يعني فرق معاك شايفه ازاي اوه كنت مبسوطة جدا اصلا جالي كمية كتير قوي منهم اوه كنت مبسوطة انهم متحمسين انا اكون موجودة اوه كنت حاسة في نفس الوقت اللي هو ضغطنا لازم اعمل حاجة كويسة عشان يعني اسعدهم او بالزبط فلا كنت مبسوطة جدا لما بعتولي انهم كم متحمسين انا خلاص شايفه ده ضغط عليك ضغط كويس اللعب كبير او لعب عنده خبرات زيك في سن صغير كده اي ضغط بيحاوله ضغط كويس ضغط مفيد شايفه مفيد ولا ممكن يكون ضغط عليك فوقت ان انت عايزة ترد الجمهور فممكن ده يخليك يعني الانا لا لا هو ضغط مفيد يعني حسب ما هيكونوا في دهرية طول الوقت ان شاء الله واحنا يعني ان شاء الله هنعمل هنبذج كل مجولنا عشان ان شاء الله نرجع على المطلوب تاني من قرب واحدة لك في الفرق اللي هتقضي معها في القوضة وهتبق معك في كل يعني يبقى لك يعني روم ميت انت بترتاح معي ثوريا ان شاء الله ثوريا هتبقى معنا على الهواء كمان شوية طبع عتيتت منتخب كمان انتوا كمان كنتوا مع بعض صح؟ على فكرة ثوريا واحنا عاديين في الكواليس صورت ميرال قلت لها ثوريا انت طلعت التليفول وصورتها قلت لها لا دواضح بس يعني ان شاء الله انتوا تعملوا شغل كويس اشتركوا في القناة